موسيقى موسيقى بالبداية نحن نبدلش أول رن على الساعة أربعة أنا دوري لما أبلش البرنامج بيكون دوري ثانوي أنا بكون بس أعد عجنب وعن براقب بشوف إذا الأمور عم تمشي تمام وبأول تجربة تعطي يوم الجمعة بنحط ملاحظاتنا بنشوف إيش في أخطاء وهذه التجربة اللي بنعملها قبل اللايف هاي كتير مهم حتى يبين كتير شغلات مثل اليوم كمثال في واحد من المتصابقين مرد فاضطر ناخده عن المستشفى ونعطي أكبر إبرة فهذا شوي مربك يعني يعني هادي من إحدى المصائب اللي كانت عنا اليوم عدا عن ذلك بيصير فيه شغلات شوي إدارية بتكركب الشغل لكن لأنه عم نتدرب كتير فعم نتفاداها فعلى المباشر ما بيبين هاي الأخطاء هلا شوف نحن هلا كنا خلصنا أربع حلقات هيك على ما بيبث التقرير هات بكون صرنا بخلصين أربع حلقات صعب أتوقع لأنه لسه باقي كمان أربع حلقات لما يخلصوا المئة وعشين من السابق ويطلع على المسرح بعدين بقدر أتوقع لأنه هلا كتير بيكون في شخص تكون أنت مآمن فيه وصوته حلو بس لما يطلع على المسرح شخصيته كتير بتأثر وثقته بتأثر على حاله فكتير صعب واحد يقدر يعني فيه ناس كنا متأملين فيهم ولأسف ما نجحوا وفيه ناس فاجأونا فبس نخلص التمن حلقات التصفيات بعدين نتعال اسألني هذا السؤال موسيقى 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 ما تردي على تليفونتش ردي والله في شي ضروري ردي ما تردي شو ما لتليفونتش شو في ما تردي فإحنا منستنى دائما المفاجأة وليوم بلشت المفاجأة بإنه واحد من المنتصابقين مرض ورح المستشفى كنت رح أمرض وراه بس الحمد لله رجع لنا بخير وسلامة وبس يوم الجمعة هيك ساسبنز من إمتى بتبلشوا قبل اللايف إنسي اللايف بعرفين تسعة الهداعش قبل اللايف إمتى بتكونوا وشو بتساووا أول ما تيجي هون على قولة سمير أربعة رن رن لما بقول رن يعني اللي عنده شغلة خلصت عشر دقائق يجي قبل عشر دقائق اللي عنده شغلة بنص ساعة يخلصها قبل بنص ساعة فإحنا أربعة رن نكون هون ثانتين ونص ثلاثة إحنا يا سيد عنجل من النظارات أستاذ حمزة على ساعة أربعة بيكون كل بمكانه منبلش أول الريهيرسل كامل زي كنا طلعين لايف بعدين بنأخذ بريك من الساعة ستة تقريبا للساعة ثمانية وربع وبرضو الكل برجاء عشان كون جاهزين لللايف مرة ثانية نكون معجوقين صح؟ حينما نكون مبسوطين ترى أنه يعني خلصنا الحلقة صح؟ نكون مبسوطين يعني متحس هيك بشعور روعة خاصة بي كانت الحلقة حلوة وطلعت على الهواء وما في مشاكل الحمد لله وتمام الأمور نطلح هيك مبسوطين وبدك تشوف الكل وتسلم عليهم وهذا ندا مدامك أنت الفوديوسر والشيخ الكبير اللي هون نعم وشالك تشرحيلي أنا شو بساوي معك هون نا كلوب استنى عشان تشرح له بس عطينا الضرار عطينا نظرار بالكاركتر نعم معنا طبعا الأستاذ حمز كلوب وأستاذ حمز كلوب ما بطلع البرنامج نجم الأردن إلا بوجوده شو بتسويه هنا نفسي عرف والله سيدي أول شي للشباب يحلوين أعطينا ديس لايك فأنا اللي بكون أنا آسف بس أمرات هو الفوتين كامل تبع الويب سايت أنا المستلمو تبع رؤية أبليكيشن بس أشرحلنا أشرحلنا عن الفوتين أكتر لأنه دائما الناس نفسها تفهم عن جد والله صادق الفوتين أشرحل والله في آخر مرة بعرفش إذا أقدر أحكي هيك بس أحكيها في آخر لايف كان على الهوى كانوا اتنين اللي كانوا على فرق الصوت ميناتهم كانوا واحد وسبعين وواحد وسبعين طرينا نحكي مع الشركة الماسكية أو الشركة الماسكية تبعات السيستم البوتين السيستم كامل يورجونا لآخر يعني لآخر رقم لآخر عشر شو الفرق ميناتهم كم النسبة فكان الفرق ميناتهم تقريباً تمانية تمانية تمانعة عشر بس اللي فرق الصوت فلهاي الدرجة إحنا دقق فيه بس ظل عندك أسئلة ولا تركنا نشوف شغلنا وتروع تحل هسا مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم بالحلقة الرابعة من نجم الأردن